دخلت أمام اليابان كانت 50-50 صح؟ صح وفازت الكرواتية بركلات الترجيح بعد ذلك دخلت أمام البرازيل وكانت ممكن 5% مقابل 95% يتوقعون خفوز البرازيل وصعدت ووصلت السمي فاينل اليوم أمامنا أرجنتين لكفة؟ نعطيه المعطيات أنت في أمام فريق إن أرانا شيء في هذا المنديال على الأقل في الأدوار الإقصائية هو أفضل فريق يجيد الكمباك الكمباك على اليابان ثم الكمباك الغير متوقع إطلاقا على البرازيل العودة في النتيجة والصبر في ظروف المباراة حتى وإن كنت متأخر أمام فريق وإن كان وصل إلى نصف النهائي فإنه أخفق في الحفاظ على النتيجة العكس تماما يعني مع أستراليا كان قاب قوسين لو لا تألق الحارس أن أستراليا ترجع في النتيجة هولندا في الثواني الأخيرة لم يحافظ على النتيجة وعادت ولولا ضربات الجزاء التي أنصفت الأرجنتين لكن عنا حديث آخر مميزات الفريق الكرواتي أنه يصبر عليك مميزات الفريق الكرواتي أنه عنده هدوء وبرودة أعصاب كبيرة فإن ظهرت الأرجنتين بالتعصب والتسرع والعنف النفسي والمادي الذي ظهرت به أمام هولندا كان فيه تهور كبير لا أعتقد أنه سيؤتي أكله مع هذا الفريق هذا الفريق من هدوء وقوته وصبره أربك البرازيل أنت عندك كل عوامل القوة في البرازيل متفرقة على الميدان عندك سرعة فينيسيوس عندك الصعود متع الكرة المثالي متع كاسيميرو وعندك الفيجن متع نيمار أغلق السرعة متع فينيسيوس ووقفه أغلق تصعيد الكرة بامتياز لوكا مودريتش على كاسيميرو ونيمار ما كانت عنده حتى فيجن كان مغلوق عليه كل شيء لدرجة أنه تاتي ارتبك ودخل رودريجو وكان هذا قرار خاطئ اليوم قد يكون خبر جيد لكرواتيا وقد يكون خبر سيء كل هذه العناصر الفيجن تصعيد الكرة السرعة موجودة في لاعب واحد فإن أوقفت هذا اللاعب ستوقف الأرجنتين إن لم توقف ليونال ماسي وهذا ممكن جدا فقد تجد نفسك أمام مشاكل لكن تقدم الأرجنتين في وسط المباراة لا يعني نهاية المباراة مباراة عنوانها لا تنتهي المباراة قبل أن يصفر الحكم صفيرة النهاية